عطل كابنة الإسرائيل الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة جيم من الحرب على غزة خلال شهر طبموز شو بتعني المرحلة جيم؟ بحسب يديعوت أحرونوت، هالمرحلة بتعني وقف العمليات البرية الواسعة والانتقال لعمليات ومدهمة محدودة تستهدف قادة المقاومة وبنيتها التحتية بناء على معلومات مخابرتية خلال هالمرحلة، هتحتفظ إسرائيل بوجودها على امتداد محور في لدالفيا جنوب القطاع ومحور نتسارين بوسطه والهدف أولا تسهيل العمليات المحدودة انطلاءا منها المحورين ومنع إعادة تشكيل أي سلطة مدنية على امتداد الكطاع بالنتيجة إسرائيل رح تنهي العمليات الكبيرة والأساسية من دون تحقيق هدفه بتدمير حركة حماس بعكس كل الوعود اللي أطلق نتنياهو من أول الحرب لهيك اضطر نتنياهو يبالغ بإنجازات الجيش برفح للتسويق للانتقال للمرحلة جيم بيعرف نتنياهو طبعا أنه ما قرب حتى من مرحلة تصفية حماس أو حكمه لهاللحظة ما توقفت عمليات المقاومة من داخل المناطق اللي انسحب منها الجيش الإسرائيل وبلش يتعرض لحرب استنزاف ولا قدرت إسرائيل تفرض أي إدارة مدنية بديلة بالمناطق المقهولة داخل غزة مكويمات حكم حماس بعدها على حالة والأهم أنه المرحلة الجديدة ما رح تسمح بإطلاق صراح الأسرة لأن حماس عم تربط الصفقة بنهاية الحرب وانسحاب القوة الإسرائيلية من غزة